بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل السلام شاهديني في كل مكان وحلقة دينا ان شاء الله من برنامج المطعم دقيقيا كده ان شاء الله عندنا مفاجأة ليكم ان شاء الله بمخصوص المسابق البرنامج المطعم مفاجأة حلوة جدا 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 هتشوف وها ان شاء الله معانا في اخر الحلقة اخر الحلقة عندنا مفاجأة محترمة جدا جدا عن الجايزة الجديدة المقدمة من برنامج المطعم بخصوص عيد الاطحى المباركة خلينا نشوف عندنا المينيوز النهاردة ماشي ازاي عندنا كده جايبين ضلع من زفارن هنعمله هنطخي او هنطبخه بالبطيئة تاكل حتة اللحمة مش فيه ناس كده بتحب حتة اللحمة العطب بيطلع منها حتة اللحمة اللي بتاخدش اللي بتبقى صعبة شوية على التسوية سواء على الشوية او اللي انت تحطيها في حلة لا انا هعملك طريقة حلوة جدا جدا ان شاء الله تشوفيها معنا النهاردة لقطعة اللحمة الدلع اللي عندنا هتتبن وفيه ناس بعد بتطلع سعب بتحط لها باربيكيوسوس وتبدأ تدخلها تاني الفرن هفديده طعم حلو جدا جدا هنقدمها مع القرع والبطاطس الفوريه اللي هو المهروسين وهنحط لهم زبدة وكريمة وبعد كده عندنا المانجو كيك ان شاء الله هنعملهم برضو مع بعض النهاردة استلنا طبعا اي اسئلة و اي استفسرات على ارقام التليفونات اللي ظهرت قدامكم على الشاشة 1710 من اي تليفون محمول او 090917 من اي رقم ارضي خلينا نشوف طبعا المسابقة النهاردة هي اللي هنبقى هنسحب بالنسبة للمسابقة اللي قبل كده هنسحبها بإذن الله برضو في اخر سيجمان طيب خلينا نشوف ايه سؤال المسابقة الجديد هينزل قدام حضراتكم دلوقتي والجايزة زي ما اتفقنا هتبقى ان شاء الله اخر الحلقة خلينا نشوف المسابقة قدام حضراتكم السؤال من هو النبي الذي فداه الله بنزول الاضحية يلا الاطفال بقى يعني عارف لهم نختبر معلوماتهم الدينية تمام الكبار عارفين لكن نختبر معلومات الاطفال واحد سيدنا اسماعيل عليه السلام اثنين نوح عليه السلام ثلاثة ايسى عليه السلام من اي موبايل واحد ثلاث سبعات او من اي رقم ارضي زيرو تسعمية تسعة ثلاث سبعات وهتجاوبوا اللي عايز يبدأ دلوقتي يسجل نفسه في المسابقة لان بجد الموضوع حلو جدا جدا وان شاء الله الجايزة محترمة جدا ان شاء الله مقدمة برنامج المطعم اللي هتشوفوها اخر حاجة عندنا اخر حاجة في الحلقة طيب خلينا طبعا بنشكر كل الناس اللي بعتت على صفحة برايتز هاوس التجارية وعلى المسابقة كنا موجودين لايف على الصفحة بتاعتنا الخميس اللي فات وقدرنا نطلع مش عايز اقول لكم اكتر من عشرين خمسة وعشرين واحد كانوا قاعدين بس بنقدر نفرز اكتر خمسة كسبوا معنا الحمد لله والله كله كان ببايرضي له وطلعناهم واتصلنا بيهم وان شاء الله يأخذوا الجايزة لان لكم ان تتخيلوا ستة وخمسين الف تعليق موجودين على البوست متاع الجايزة المسابقة ستة وخمسين الف فكان رقم كبير جدا جدا ما شاء الله الناس كتير سجلت ستة وخمسين الف دي رقم كبير او على فكرة رقم صغير اللي انت تبحسي وتشوفي مين اكتر واحد عشان يكسب او اكتر خمسة كسبوا معنا كان موضوع صعب جدا بس الفضل اللي قدرنا ان احنا نطلعهم ويكسبوا معنا المسابقة المقدمة طبعا من شركة برايتز هاوس التجارية خلينا نشوف النهاردة تضلع نعمله ازاي اول حاجة كده هوت ايه انا خدت عندي البطاطس كده وقطعتها عندي مكعبات وحطتها عندي فين هنا هوت في اللبانة دي تحطتها عشان تتسلم بعد كده بابدأ اللي انا اعمل اجيبت دي العين الاتنين اللي عندي وابدأ اعملهم تدبيلة وبعد كده هابدأ اللي انا طريقة الطهي اللي انا بقولك عليها اللي هي بالبطيئ البطيئ دي يعني ايه يعني درجة حارة 170 تقعد ساعتين تلت ساعات عندنا في الفرن تطلعيها تاكلي حتة زبدة تمام تعالوا نشوف اول حاجة هنعملها ازاي ادي حتة تت الدلع اللي عندنا هنجيبها من زفار دمحة ديك اهيت وتسيبي اما حاجة ايه الشحمات اللي عليها حواليها دي تلقس بيها ما فيهاش اي مشكلة خالص وهنشتغل بيها تمام وعايز اقول لكم على حاجة اللي قطعتين اللحمة دون ان شاء الله انا هورهول لكم بكرة باذن الله حين اوحيكم ربنا مش النهاردة يعني بكرة هوريكم طريقة التسوية متاعتهم موصلت لفين لاني مشال حاق لنا اسويهم النهاردة انا بقولك بتاعت ساعتين ساعتين ونصف على الهوى في الفرن فاكيد مش عقود الهوى هستناها يعني فبكرة ان شاء الله هورها لكم وهوريكم ازاي اللي هي تستوي بطريقة حلو قوي عندي بقى التدبيلة متاعتها عندي فلفل مجروش وبعد كده عندي بابريكا وبعد كده عندي فلفل اصمر عندي زهر الروزماري وعندي سنة ارفا بودر زيت زتون مع علقتين اتنين من السياسوس بصل مبشور وشوية الملح والفلفل تمام ده بالنسبة ليه للقطعتين الضلل عندنا وبعد كده عندي ايه بقى عندي هنا ملح عملت عجينة ملح وعملتها قبل كده اللي هي النص كيلو من الملح الناعم مع النص كيلو من الديئة حلو الكلام خدناها وعجلناها مع بعض فبتديني العجينة اللي انت شايفها دايات فدي بيتساعد على عملية التدبيلة اكتر طيب تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل التدبيلة ازاي اول حاجة بجيب عندي الروزماري وببدأ اللي انا ايه افرمه او الله عندي حل تاني اللي احنا ممكن نجيب عندنا الكابة الجميلة ديت ونشتغل بها او الله عندي اذا امعواد ايه اقاعد اقطع ونضيع وقت بايه كده هو اتفي التقطيع الكابة على طول عندنا موجودة نبدأ اللي احنا نعملها فيها التدبيلة حط هنا الروزماري حلو الكلام وبعد كده بقوم حاط عندي البصل امو محمد ازايك امو محمد ازايك امو محمد وعليكم السلام يا امو محمد ازاي حضرتك ازاي كيشي اهلا وسهلا كون سلام انت طيب وانت طيب يا فندم ربنا اعزك الله يشال ليك انا ما يطالين عليك حتى انا عايز زراقمك امورين يا سبت الكل دي انت تؤمر يا محمد الله يشال ليك عايز زراقمك وليه اللي عايزة ايه تحت امرك عايزك في المصالة بقولك عليه بس ليش على الهواء حاضر يا فندم حاولي الكنترول دلوقتي تحت امرك يا محمد شكرا لحضرتك حط عندي فلفل اسمر وبعد كده هوت بقوم حط عندي الصوية زيت زتون فلفل الحل والبدرة سنة قرفة دي بتبدي على فكرة طعم خيالي اول قرفة في التدبيلات على فكرة الخل بقى دي اكتر حاجة بتخلي الحاجة يعني حتة زبدة معاكي فتحط ايه معلقتين اتنين من الخل ده شيء ممتاز بعد كده باعمل ايه بقى بقوم واخر عندي سنة الملح البسيطة جدا وابدأ ان انا احطها هي في التدبيل عندنا يا عم احمد هلو ازاك يا احمد الحمد لله حبيبي يا احمد بشان طيب يا شيف وانت طيب يا حبيبي قلبي ربنا عزك بشان حتى كنت عزق اعمل هي تاريت صوابع زينب صوابع زينب حاضر يا احمد بعملها بس تيجي في الزيت كده ومتزبطش لا استنى انت 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 بتعملها انت بنفسك صح اه قل لي ايه المشكلة اللي فيها مش عاير بعدين هتعيد انت لكوبات ونص دي ايه هي ما دي بدل حضرتك بتطلع نشفة بتطلع نشفة منك يعني لا بعدين بتطلع طرية بتطلع طرية بتطلع طرية دات يعني اقولك بنسبة تسعين في المية بسبب الشرباط الشرباط اللي انت بتعمله عم احمد لازم يكون بارد تمام تقيل وبارد اللي هو الكيلو سكر اه او الخمس كبات سكر اتنين وكبات ونص مية بيغلوا على النار بعدين يغلوا على النار وحطوهم عصير اللمونة وتسيبهم يبردوا ولازم يغلي كويس يعني يغلي قد ايه يعني عشر دقايق غلان وبعد كده تقوم واخدوا حطوا في بولة تانية وتبردوا وتبدأ تعمل صابع زيناء لكن لو الشرباط متاعك سخن هتلاقي تطلع معك طرية تمام شكرا لك يا احمد طبعا غمق التدبيلة بسبب الصيع وده حاجة ممتعة جدا طيب نبدأ ناخد عندنا اهيه قادي التدبيلة بتاعتنا تمام هنبدأ ناخدها فين على قطعة اللحمة بتاعتنا هادي قدام حضرتك اهيت وصي قطعة التدبيلة عيني حاجة محترمة جدا هنطيها بقى على ايه على الهادي فاهمة فهناخد كل حتة ونبدأ نحطها عندنا في التدبيلة ويفضل اللي انت تسيبيها اي حاجة زي ما اتفقنا في كده قبل كده في التدبيلات اللي انت تسيبيها وقت كافي في التلاجة ده يكون افضل في الطهي جدا تمام الطريقة اللي انا بعملها ديت تنفع على الشورت ريبس تجيبيها من عند الجزار وتشتغل بنفس الطريقة ديت هتطلع معاك حتة اللحمة محترمة جدا مخصوصا طبعا لحوم زفار مميزة قوي اللي هي ما بتاخدش تسوية وفي نفس الوقت زي ما شفنا المنظومة الجميلة اللي هناك لما احنا روحنا المزرعة شفنا ازاي بيقدروا يسمونوا العجل ويطلعوا لك حتة لحمة في الاخر محترمة طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني هون واخد عندي حتتين ورقتين اتنى زبدة تمام اهو هادي ورقتين الزبدة يا باشا نقوم نحطنهم هنا وتحتهم نحط فويل يا أستاذة حبيبة ازايك؟ يا حبيبة ازايك يا حبيبة الحمد لله ازاي حضرتك كله تمام الله يخليك انا بحب حضرتك جدا الله يخليك يا حبيبة والله تسلامي وبحب المعجنات كمان ودايما بقول لهم هم نشوف اطلع فيه ربنا يخليك ربنا يخليك يا رب وامرين يا حبيبة كنت عاوزة عندنا جلاج وكنافة كنت عايزة طريقة لهم حلوة الجلاج والكنافة؟ اوه حاضر من هناك انت عايزة تعملوا فهم ايه؟ عايزة اعملهم بطريقة حلوة يعني حلويات انت عندي كنافة من رمضان ولا انت لسه جايبها؟ لا قبل رمضان من رمضان اوه من رمضان موجود عندك بالفريزر صح؟ اوه طيب تمام اقول لك على طريقة حلوة جدا حاجة تانية؟ طيب تابعينا النهاردة واحنا بنعمل المانجو كيك بنفس طريقة الكريمة هتعملها للكنافة بنفس الحشو اللي انا اعمله للكيك تقدر تعمليه عندك للكنافة وتبقى عندك كنافة بالمانجا لان المانجا طالع تهيط ومشاء الله بقت موجودة في السوق متوفرة والانواع كلها بقت متوفرة دلوقتي فتقدر تجيبيها وتعمل الكنافة بالمانجا تعالوا نعمل عندنا الضلعة هوا بص حتة اللحمة ما شاء الله كده ايه محملة زي ما حضيت كده شايفة ونحط الحتة التانية ديت بالدلع وكله ياخد التدبيلة متاعتها طيب زي ما اتفقنا تقدري تطلوبي من زفارم الشورت ريبس هو يقطعه لك به هو يتقطع به يفضل هو يتقطع بالمنشور هم عندهم من شور من شور الجزارة اللي بيقطعه بالقطع السبوكه بيقطعه بالعضم بيقطعه بالدلوع فتقدري تطلوي منهم الشورت ريبس ديت وتعملها بنفس الطريقة ديت خلينا نشوف عندنا قوم جاب ورق الزبدة يبقى سلمة زيت هلو طيب معلش يبقى سلمة تطسي بنا تانية تمام وبعد كده بنقوم شايلين ديت وبنبدأ نعمل لها نفرد لها عندي العجينة اللي هتبدأ تستوي بواها تمام في الاخر هتجد قطعة اللحمة حلوة قوي نقدر نعمل الحاجات ديت على فكرة في العيد ولو سلم طيبين ناخد حتة الضلع كده ونعمله العيلة كلها فمش هياخد تسوية ولا بقى تسلقي وتاخد اللحمة ولا الحاجات دي كلها لا الموضوع سهل قوي لو عندك عزومة موجودة في العيد ولا حاجة وعندك قريبك والموضوع صعب اللي انت تطبخي اعملي قطعة اللحمة دي وشوفيها طعمها توقع من ازاي هاخد عندي الكلام ده كله ها يعني شوية كده ها نبعد الدول شوية دي ملح عجينة ملح نص كيلو ملح ونص كيلو دقيق وعجنتهم ومية طلعوا معايا زي اللي حاضيت كده شايفاه تمام عجينة تبقى زي الملبن كده وهي معاكا هي يعني مش محتاجة حتى دقيق اللي انا فرج بيه خالص ما تحاوليش اللي انت تترفعي ما تحاوليش اللي انت تترفعي العجينة تمام تحاوليش انت تترفعي هنحطها هنا كده وبعد كده اهير نقوم واخدين دي ودي كده ها بصلا على النبي زي الفل ما شاء الله تمام نقوم عاملين ايه واخدين عندنا وكل حايا كده برواقة المزاج بيبقى رايق هتلاقي الموضوع زي الفل اللي انا اتطلعها هتتلحمها في الاخر محترمة نشيل دي كده هوا تنقوم عاملين ايه على الصج نقوم قلبنا كده يا عم ادم يا ادم الو ازاك ادم الحمد الله اخبرك يا ادم الحمد الله حبيبي ادم ومرضي ادم ايه بحبك اوي اوي وانا بحبك كتير جدا انت عندك كم سنة انا عم سريق التالة القرس القرس النعمة طريقة القرس النعمة اه يا عمي انت تؤمرني يا باشا يا نهارا بيض صدق لسه فتران بيه نهاردة انا عايز اطلع عالقناة انا واخويا اعمل لك شوية قرس نعمين محترمين لان لسه فاطل بقى نهاردة بالعجوة فعملها لك ادم انا واخويا عايز ايه تاني اطلع عالقناة انا واخويا دا انت اتنورني من عناية الاثنين بعد ما نعد موضوعه بس لكرونا كده ربنا يكرمي ادم اه عشان بس والله عشان انا نخاف عليكو بعدها باذن الله هجيبك واسيب رقمك مع ياسمين في الكنترول بجيب مية كده وانلمع تمام وبعد كده هوت بقوم جاب عندي مسكينة كده هوت وبقى بعمل كده شكل ليه الشكل اللي انا بعمله ده وانا يقول العجينة لا مش هكلها بس لما اجي اقدمها وارهالك دلوقتي اجي اقدمها مسلا قدام ضيوف ولا حاجة فتبقى يعني فيها عنصر ايه المفاجئة يعني ايه دي هي العجينة ولا جواها ايه فتبقى حاجة محترمة كده وحنت بتقدميها فتبقى عندك بالشكل اللي حضرت كده شايفان تمام بعدك ده هوت بنقوم واخدينها ونحطينا فين عندي على في الفرن على درجة حرارة كان مية وسبعين مية وتمانين هتسيبيها كان ساعتين ساعتين ونص ساعتين ساعتين ونص براحتها خالص تمام اهي يا اوزة فاطمة دي ان شاء الله هالهاركوا بكرة عشان ايه مش هلحق يا اوزة فاطمة ايوه صباح الفل صباح الفل يا اوزة فاطمة ازاي حضرتك ايه الجمال ده يا شيف محمد بنا يخليك يا ده جمالك انت والله ايه انت تاخدني مساعدة شيف بقى ايه ده ايه انت تتنوري يا نهارا بيد ازاي حضرتك ده فكرة ده سي رائعة اللي انت عاملها دي يا شيف محمد بنا يخليك والله انت اللي احسن ناس ومكالماتكو دي على دماغي انت هتطلحها بقى هتقدمها على الصفرة ازام هي ولا هنشيلي العجينة كده هتحطيها في السرفيز او في الصمية بتاعتك وتقوم يتكسرها عندك العيش وتبدأ تطلع اللحمة اللحمة اصلا مش تعرفتش ليها لانها تبقى عاملة زي الزبدة اه طبعا اه فان شاء الله تعمليها وتعجبك بازن الله تحت امرك شكرا لحضرتك بجيب عندي بقى الكابة بتاعتنا ونقوم حطين فيها الايه البطاطس اللي احنا سلقناها حطت البطاطسية هنا تمام نفسي بس النور وجايب عندي ارع وصلقته قطعته مكعبات وصلقته في مية وحطيت في المية شوية منح سوارين طبعا احنا كمصرين اه كاكتر حاجة بنقول بقى الارع ايه يبقى حلو لا الارع برضو لو اتعامل مع البطاطس اللي اه واتهرسوا مع بعض موضوع بيفرق كتير جدا هادي الارع قدامها دي كهوة بعد ما قطعته عندي مكعبات قدامك اهو حرسته وانبدأ احطه مع البطاطس تمام تمام هنا بقى عم جمل برضو الزبدة طبعا الزبدة دي هتسح ازاي مع البطاطس سخنة البطاطس اللي موجودة سخنة فاقوم واخد عندي مكعبين الزبدة دول حطيتهم مع البطاطس واقوم واخد عندي الكريمة الكريمة الطهي دي هتطع عليها كده من فوق وبعد كده سنة بسيطة جدا من الفلفل الابيض واقوم واخد عندي سنة من الملح عشان اصبط الملح متاعها كويس جدا بس فيش حاجة تاني خالص اقفل ونحط هنا بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى 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 طبعاً كل ما هتسيبيها هتلاقيه ايه بتتقل بص ما تعمل ازاي كريمة معاك هاية هتسيبيها طبعاً هتبدأ تتقل معاك لان فيها زبدة وفيها كريمة فهتبدأ تتقل معاك بعد ما تتقل هنبدأ نحطها تحت الضلوع اللي احنا عاملينها دي ونبدأ نغمز بيها فراجع على طعم اللحمة مع القرع اللي احنا عاملينه بالكريمة وملعة الملح والفلفل ومعلقتين اتنين الزبدة وحطينا بطاطسايا عشان تعمل قوام محترم للقرع لان القرع فيه قلياف كتير فبيعمل مية فانا حطيت البطاطس لان البطاطس طبعاً بتحتوي على نشويات فلما نيجي نحطها مع القرع فبتربط معايا المتاع الخليط اللي احنا عاملينه المحترم ده طيب الدلوع عاملناها ما ننسوش عندنا تشترك في المسابقة هننزل المسابقة الجديدة تاني والسؤال الخاص بالمسابقة الجديدة واشتركوا فيها مش هتندموا عشان فيه مفاجأة ان شاء الله في اخر الحلقة عن الجايزة المقدمة من برنامج المطعم السؤال بيقول قدام حضراتكم نازل من هو النبي الذي فداه الله بنزول الاضحية واحد اسماعيل عليه السلام اثنين نوح عليه السلام تلاتة عيسى عليه السلام من اي موبايل واحد ثلاث سبعات او من اي رقم ارضي زيب تسعمية تسعة ثلاث سبعات هناخد فاصل وبعض الفاصل نوصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبنزبط دلوقتي ايه الكيك عشان هنبدأ نشتغل فيه عملنا زي ما اتفقنا القرع المهروس الجميل جدا اللي احنا حطناه اه في الكابة وبدأنا نهرسه مع البطاطس وحطينا دلوع الجميلة بتاعتنا اللي طبعا يفتحي براحتك ده هي مش كيكة وقت ما تفتح عايزة تفتحي يشتغل عليها احنا شغلين حاجة برواءة وشغلين الحاجة ايه براحتة خالص تاخد الوقت اللي ايه عايزة العجني دي طبعا ايه اللي هيحصل فيه عشان هنشوف عندنا المانجو كيك ازاي هنقدر نعمله مع بعض وننفزه اول حاجة في موضوع الكيكة الاسفنجية كيكة الاسفنجية احنا بنتكلم دي دي اسهل حاجة بقت متوفرة في السوق الجاهز منها في شركات بقت بنزلها الجاهزة ودي اسهل بكتير قوي اللي انت تقعد تعملي بقى ايه البيض والسكر وبعد كده تحط عندك الفانيليا وبعد كده تحط عندك الديقو البكنبودر لا دي ده جاهز او الاسبونش ده جاهز ده بيبقى فيه ايه بينجوبة بقى ما لازم تعرفي فيه فانيليا فيه محسنات فيه مسبت وفيه سكر تمام نقول تاني ودقيق طبعا بيبقى فيه دقيق ومحسن ومسبت وفيه تاني حاجة اللهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الفانيليا والسكر طبعا يعني كل الحاجات ديت موجودة في الحاجات الجاهز لتعرف في الحاجات الجاهزة انت الشرية ديت عبارة عن ايه فالنسب معروفة والنسب حطينها عشان المعيار لما تيجي تشتغلي بيه يطلع معاكي مزبوط فما تيلاقيش من اي حاجة هتحطي معاها الست عدد بيت وسنة المية ويطلع لك زبونش محترم بس هنخد الكرام ده كله هوت قادل زبونش متاعنا بنحطه عندي في العجان مضرب سلك وبعد كده بنحطينا عندنا الست عدد بيت وديه الحشو قدام حضراتكو اللي قدام حضراتكو برضو ليه المانجو كيك لكن فيه حاجات جاهزة سعادة توقع موجودة في السوق بحس يعني بحس كده ملهاش لازمة اللقاء مثلا ايه يقولك ده مثلا كزا ده كزا هو يعني ما فهاش اللي فيها شغل بصراحة هي السبونش البرونز لكن فيه حاجات كتير ملهاش علاقة خالص بالمنتجات الجهاز فمش اي حاجة جهازة تجي بيها شوفي ايه المكونات او اقرأ عليها ايه المكونات الموجودة جواها الست عدد بيت حطناهم خطينا عندي نصف كيلو من السبونش وبعد كده اقوم نازل عندي بسنة المية حوالي يعني ربع كباية من المية وهي بتتخفق يعني هو بنخفقها كده وهي بتطلع كده بنقوم حبط النها المية فطبع طبعا هتعلق معي دلوقتي وهتوريه لك هتبقى عامل ازاي هنا بجيب كورشة وبجيب عندي ورقة زبدة بحطها على قد الصاج طيب الناس برضو اللي بتسأل عن الحجم الصاج المص كيلو حضرتك هياخد صاجيني 32.40 يعني الكمية اللي في العجان ده هتاخد صاجيني 2 من دول 30.40 سن اول حاجة قبل ما الكيكة بتخلص معي بنقوم بزبطين عندنا الفرن على درجة حارة 190 مية وتسأين موسيقى كده الزباطة عند السجينة هون ووراقتين الزبنة وطايم التمامي هجي ما عندي الزباطولة اللي هفرج بيها وتعالي نشوف ايه الاخبار بص اللون بقامل ازاي لما تلاقيه بتسايل كده ويا بتنزل من المضرب يبقى لسه محتاجة خافك فما حظيك ازاي لو لقيتها سبتت يبقى هي مش محتاجة اي حاجة تاني هبدأ اضيفت لها ايه الباقي الكمية من المياه الموجودة الماء بص جاء تعالي علي ازاي كانت هنا بالزبط حد من هاني حالة ده بص بدأتها للحد ما توصل لفوق شوفتي بقى بدأت هي تثبت هي على المضرب اقوم شايلها مبتر كويس كده هوت وبعد كده هوت بقوم واخد عندي صاجين اتنين اللي قدام حضراتكم وابعد كده بقوم واخدهم بحضاتهم موزع بالتساوي كده هو كده يا اوزا سناء ازايك عليكم السلام ازايك يا شيف محمد ازاي حديك يا اوزا سناء الله يسلمك يا حبيبي لا يسلم حالك يا رب تسلمي الله يخليك ربنا يسطرها معاك يا رب يسطرها معانا جميعا يا رب اللهم امين يا رب ربنا يكرمك ويحسن ما بين ايديك يا رب بنا يخليك يا رب والله تسلمين لي تسلمين يا سبت الكل الله يبريك لك يا شيف محمد فضال يا سناء سؤالك ايه او عايزة تفسرها اي حاجة انا تحت امرك الله يبارك لك الله يبارك لك انا عاوزة بس اعمل اهداءين واحد لبنتي واحد لحافظتي فضال يا ربنا ايه خليهم لك ربنا يبارك لك بقول لبنتي حمد الله على السلامة ومنسبة المولود الجديد ما شاء الله مالك ربنا يخليه لها يا رب اللهم امين يا رب يتربى في عز بابا اللهم امين ويا رب تشوف زياد ومالك زي الشيف محمد كده في ادبه وفي احترامه بنا يخليك ان شاء الله يطلقوا احسن مني والله يا ربنا يعفزك والله ده انا بتمنى بنا يخليك استرقل زي حضرتك والله وبقول لروضة بنت ابني روضة عواء الامين بقول لها كل سنة وانت طيبة ومنسبة عيد ميلادها كل سنة وهي طيبة وربنا يبارك لك فيها يا رب الله يخليك يا شيف محمد الله يخليك ويبارك فيك يا ست الكل تسلمي لها ست سناء ربنا يخللها مالك يا رب يبارك فيه ويجعله من الزرية الصالحة ده صاجين اتنين تلاتي أحلى من الكيكة أحلى من الصينية آه يعني دي أحلى من الصينية مئة مرة اللي انت تعميلي في صاجين اتنين طيب بعد كده بقوموا عامل ايه اقوم شايل ده كده ونجيب عندي الصاج التاني نفرد نهو عشان كده كنا نازم احنا سبتنا ده بمية عشان ما يتحركش معي ولا تضمني بقى اللي هو يهبط خالص معاك وانا ما يهبطش ولا الكلام ده خالص انت لو عملتها في صاجات افضل بكتير وبعد كده قطعي اللي انت عايزاه بالعكس ده انا عندي اللي انا عملها في صاجات افضل بكتير جدا من الصينية اللي هي بتديني اختيارات اكتر ممكن اعمل منها جاتو ممكن اعمل منها ترط وخلي بالك بقى معظم المطاعم ومعظم المحلات الحلويات ومعظم الفنادق شغالين بصاجات مفيش حد بيشتغل بكيك خلي بالك لان مفيش شيف هيقعد جنب الفرن اربعين دقيقة عشان يسوي كيك لكن دي بتاخد عشر دقيقة ربع ساعة وبعد كده بيقطعها زي ما هو عايز فهم الموضوع معنا مين مين يا استاذة يا ياسمين هلو السلام عليكم وعليكم السلام ازاي حضرتك الحمد لله زي حضرتك يا شيف محمد يا حضرتك يا فاندل اهلا وسهلا لو سمحت انا كنت عايزة طريقة القرص بس انا عايزها دلوقت لان انا هعملها دلوقت حاضي عايزة تعملها بعجوة ولا تعملها بايه لا انا هعملها كده بس انا عايزها اللي هي الطرية بنعمة دي انا عاملها لك بالزبدة كمان حلو كده تمام تمام ايه تاني اه كنت بس انا دا حضرتك تتكلم عن الناس اللي هما عندهم الفيروس او كده اه ان هما بيخرجوا وتعاملوا مع الناس القائي اه ان مفيش وعي ممكن حالك تتكلم برضو عنها لان فعلا في الحاجلات دي موجودة ومنتشرة وقوبين انت لو حالك عايزة تتكلمي في حاجة دلوقتي اه تتكلمي مفيش مشكلة يعني يا حضرتك انت تتكلمي عن موضوع الناس اللي بتبقى مصابة بالفيروس وبتختلف بالناس ايو انا عايزة حضرتك كل حلقة كده تدي نبزة عن الموضوع ده لان الموضوع ده بقى منتشر والناس مفيش وعي وعايزك تعرفوا من موضوع خطير وكبير يعني اه طبعا انا كزا مرة بقول واقلت قبل كده واولم بقارح قيل يا جماعة الموضوع لسه مخلصش ولسه الموضوع موجود ومنتشر اكتر عشان الناس اللي براحت وهجت للمصايف والمناظر اللي حين بنشوفها ديت لا لسه الموضوع اعتقد لسه فيه بدري بالمناسبة مش بنجيب كلام من عندنا ده من وزارة الصحة بالارقام اللي هي كل يوم بتوضح لنا عدد الاصابات اللي موجودة تمام لكن خلينا نكون متفقين ما بقاش عند الناس رهبة الاول زي الاول من الفيروس خلينا نكون متفقين في دي لكن لازم الناس نخلي بالها الموضوع لسه موجود عشان نخاف اكتر حاجة على ابهاتنا وامهاتنا ربنا يخلهم لنا يا رب ويبارك فيهم طيب خلينا نشوف عندنا الكيكة بعد ما اطلعها اطلع كده هوت ايوا يا اساس جمال هنقطع ادي اول طبقة اول طبقة دي بتبقى فوق او تحت طيب الطبقة التانية دي هقوم واخد دي كده ودي هتبقى فين؟ في النص اهي خطينا هنا كده طيب والبواقي ديت هنحطها حشو يعني هنعمل لها طبقة تمام؟ هتبقى طبقة تانية من الكيكة تمام؟ خلينا اخد التانية هيك يلا ما تنسوش طبعا هناخد فاصل يلا ناخد فاصل بس قبل ما نطلع فاصل ما ننسوش اللي فيه المسابقة متاعتنا والمفاجئة الكبيرة جدا المقدمة من برنامج المطعم ان شاء الله لو حابين تشرك في المسابقة ان شاء الله اتفرجوا على الجايزة هتبقى معنا اخر الحلقة هناخد فاصل وبعض الفاصل بقى نبدأ نحشي الكيك وندلع الدنيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعمل دلوقت الايه المنجر هنا هحطينا اللزبوانش بتاعنا فيهن في الفرن ناخد على كام دلوقت بالزبط على 9 دقايق 9 دقايق طيب تعالوا نشوف عندنا اللي تحت دهوت اهوت طبعا ابدل فاطلع اول واحد واسيبي التاني طلعه ما عامل كده زي الامواج كده من فوق تعرفوا مصبوط معاك 100% انا مختلطش في حاجه يعني مش مقادير لما دي اللي بتطليك الاسبونش الجاهز طالما عمل العلامات اللي فوق دي كده تعرف اللي اسبونش بتاعك عشرة العشرة لكن لو طلع آآ فلات كده من فوق قوي تعرف اللي هو هي بقى طلع مكتوم منك وما تخفقش كويس فدي من علامات التموجات اللي جوه ديت والتعريك دي تعرف اللي هو طالع معاك مزبوط ان شاء الله طيب خلينا بقى نشوف عندنا الكريمة نحن هنبدأ نحش بيها فبحطها ببولة كبيرة وبجيب طبعا عندي كاستر مخفوق بالمانجا او باستر كريم جاهز بحط على الكوباية تلات كوبايات من عصير المانجا تمام يعني ده علي ايه ده علي عصير مانجا وبعد كده بقوم بمضرب عندي سلك في ناس ما تدي لها لسنة تونة اصفر لو عايز تديها بس انا والله مش محتاجة يعني كده كده هتحس الطعم المانجا المحترم يعني اللي انت عايزها دي الكريمة العالمية الكريمة رقم واحد اللي مفيش حد في مصر بيحبهاش اللي هي الكريمة الميكس المحترمة اللي انتوا شايفينها دي ننضف ونزبط وبعد كده نبدأ اللي احنا ايه نجيب عندنا نحشي اول حاجة الحشب طبعا انت بتحشي فتور او بنقل نحشي عندنا في صنيعة دي هتطلع بس الكيكة التانية عشان ما ايه منسهاش وقادي الكيكة رقم اتنين قدام حضرك اهيط قادي واحد وقادي اتنين بنبقردهم وبعد كده نبدأ اللي احنا نشتغل بيهم عادي اللي بينزل وسط البلد والبينزل اي مكان هيلاقي المعدات دي كلها موجودة تمام فبتجيب التوق ده وتبدأ تحط عندك الفاكوم اللي انا حطيته ده هو تمام ده عشان بيسهل عملية طلوع الكيكة من الفورمة تمام جدا تفضل مالام كاليستينا؟ ايوة محتضرتك ازاي حضريك فاندر؟ تمام الحمد لله اهلا وسهلا هو انا بس كنت عايزة اقول لك على حاجة بس فضال يا فاند هو اتنينك لسا نجي عملتها كذا مرة طلعت حلوة اول مرتين بس تالي مرة مش عارفة اصبحتها اولها ثلاث مرة انت بيجيبها الجاهزة يا مدان كارستين او بتجيبها انهي بالزبط؟ لا في البيت بعملها في البيت بتعملها في البيت طيب انت بتمشي بالجرام او بالكباية؟ لا بالكباية ما هي بالكباية او ده اللي اتكلمك فيها عمدان كارستين الكباية سعب بتزبط مرة واثنين وما تزبطش عشرين بعدها لكن لو اشتغلت بالجرام نفس المقادير طبيعاً ليه تطلع معاك مظبوطة لو حتى عملت امك مرة فان شاء الله جربيها تاني بالجرام بما قادمنا وان شاء الله اطلع معاك مظبوطة اشكرك جداً والله شكراً لحدتي ده شربوات يا جماعة اللي انا بس ايه؟ اللي كتختاري بص بقى مربة توت مربة توت بص كده هو تقوم واخدين كده المربة ديت موضوع مع المنجة تو ام واخدها كده وموزعها تمام؟ بالشكلة كده حديد كيش هيفعل الكيكة بس طبقة واحدة بس ما تحطيش في اكتر من طبقة خلاص هي الطبقة دي المحترمة ديت مش عايزيني حاجة ايه تاني ام واخد عندي بقى الكريمة بوزع الكريمة على المربة وعلى الكيكة انا بقولك تعملي حاجة شغل بقى المحلات بقى يعني تعمليها في البيت موضوع مختلف وبعد كده هو تقوم واخد عندي المنجة المكعبات وحطينا هنا على الكريمة تمام؟ وبعد كده بنقوم جابين عندنا بقى الكيكة اللي هو اللي هو اللي هي المتقطة عن الانصاص ده اللي هم حطينه هنا في النص يا اوزة فاطمة؟ ايوة يا باشا ازاي حضرتك يا ست الكل؟ انا عايزة بس لو تمحتي يشوف محمد قصة كمية الديق اللي هو بتاع الكيكة هو علب ولا ايه؟ الديق متاع ايه؟ الكيكة اللي سبونش ايوة ده الجاهز اللي معاهدك جاهز اه فاهمة بس هو علب يعني فيه منه علب وفيه منه سايب ايوة العلب شغال والسايب شغال ما فيش مشكلة طب لو دفت العلب هو هيعمل اتنين وبتاقلة هيبقى واحد صج واحد لا هو الله هيبيعمل اتنين هيسبت الكل هيعمل اتنين مرتحين كمان بس الفكرة في ايه بقى؟ اللي انتو تخفقي صح؟ اه ما تستعجلش عليه لازم يعلى وبعدك هتبداية فريدي فلان ما بيعلى طبيعي اللي هيبقى عند الكمية كبيرة تقسمها على الصجين استنى يعلى فين؟ استنى يعلى في العجان او في المضرب السلك؟ ما انت مش بتخفقي؟ اه 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 فهمت اه فهمت ازاي؟ اه ان شاء الله يطلع معاك مظبوط ويجربيها وما تستعجليش عليها سبيقى حضرتك بس تاخد وقتها في الخفق وانا بقولك هوا العلبة النص كيلو مع العلبة فنص كيلو العلبة هتجيب معاك صاجين اتنين شكرا انا حديث جدا وبلاش تعملوا النابل كيك والسفنجية عشان خطري بلاش تعملوها لان بتجازاتنا غير مؤهلة اللي هي تعمل حاجة في صنية فيه ناس والله بتطلع تعمل معاها نجحة خلاص مش مشكلة انا بتكلم على بقية الناس اللي الكيكة تهبط منهم مانجا اه ماشي قطع كده بسيطة واقوم واخد عندي برضو عكس ديت اهم حاجة الضغطة دي فاهمة الضغطة ديت دي اللي بتزوط معاك الحشوة بتاعتي كيكة حلو قوي تمام جدا شرباط سنة كريمة بسيطة اخر طبقة وهنطلع دلوقتي ايه اللي فاصل ثانية واحدة بس لازم تتحط طبعا بعد ما تتحشي لازم تتحط خين في الفريس سناخد اخر طبقة قدام حضرتك اهيه واخر طبقة يفضل يفضل ان انت ما تحطش عليها آآ 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 شرباط تمام تقومي شايلها تمام لما نيجي نشيلها سوفت الطبقة اللي تحت عاملت ازاي والفاكومين حطينه ده بيسهل عملية الطلوع تقومي شايلها ده من الكيك طبعا المفروض ما تشيلهوش اللي بعد ما تحطيها في الفريزر تمام لو عندك الفاكوم ده هحط بقى عندنا كريمة ونبدأ اللي احنا نوزع الكريمة كويس جدا على الكيك عشان هبدأ اسقط المنجا ونبدأ اللي احنا نزينا بسم الله رحمة الرحيم جوانب بقى كلها ده 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 اسمه طبطيس نبطس الكيكة نضافة كده هوا كده هوا كده هوا كده هوا تمام ومدل الحروف ده جمعا نقوم واخدين كده هوا عشان تطلع كلها مزبوطة كده هوا اخر حاجة هتصوش اللحمة عندنا الدرع المحترمة اللي احنا جايبينها طبعا من زفارم موجودة عندنا ان شاء الله هنقدر ان احنا نطلعها مع بعض كمان كده ايه يعني ساعتين لان احنا ضهينا طبعا على مهلة خالص طيب هجيب بقى منديل ولازم لازم سواني سواني يا جماع معلش انا بعمل حاجة بس ايه عشان هوريون بس الفكرة وانا شغال تنمو عاملك كده هوا تمام نضافوها كويس ولازم تتحط بالفريزر يعني ما نفعش اني ايه اشتغل فعلا طول لازم حضرتك تتاخد عندنا المانجا دي تتحط بالفريزر وبعد كده تقوم طلعها ميديالها الدكور الدكور عبارة عن ايه بقى انا هنطلعها مانجا دي المانجا دي تنوحها سديقا لعاية دي بيتطلع لحم محترم الزبدية مش هتطلع الزبدية فيها شعر كتير فمش هتطلع تطلع عليك اللحم اللي انت عايزها التايمور تطلع مفيش مشكلة ونقوم مواخدين دي ونبدأ نسقط المانجا قدام حضراتك واحدة على التانية كده بسم الله الرحمن الرحيم كل واحدة على التانية لهم ازاي اهي شفت شفت لما بتقطع مظبوط هتلاقي اللي ايه كل حاجة ماشية في المظبوط معاك انت في البيت هتحشيها وتحطها في الفريزر انا هنا شغال فانا مضرب الكريمة متاعتي مظبوط والحاجة تمام فما تلاقيش انا ايه مظبط حالي لكن يفضل ان انت طبعا تحطيها طبعا في الفريزر بص التار في فين لحد هناك هوات يلا هناخد بقى فاصل ان شاء الله وبعد الفاصل انا بقى ايه هبدأ اللي انا بصراحة هجيب المنجم تحت كده هوات واقطع سلايز وهنبدأ اللي احنا نقطعها خلينا نشوف بعد الفاصل فجأة بردامج المطعم والهدية اجهاز وبقى بعد الفاصل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فود هتجمع كل العيل أجلك كان ندوه تطمن لسه القعدة معانا طويل أكل وشرب وحبة قرب وحلي بأحلى طبعا على الراي حبة أكلت مليون شكل وفرحة وضحكة ولدت دايل يعني من راحة طبعا بكل السادة مشاهدين في طبعا يعني دي المفاجأة بتاعة البرنامج أنا خايف بس يعني أقرب ناحيته هل حاجة هو مش مصدق اللي هو طالعي في تليفيزيون فحاس اللي هو إيه يعني عنده رهبة كده خلينا شوف دي كيكة المنجة وهنتكلم دلوقتي عن كل التفاصيل دلوقتي بتاعة الخروف اللي معانا ده دي كيكة المنجة بعد ما خلصت خلت منينا مجهود مش طبيعي بجد على ما خلصت قدام حضركها هي واخد لها الكريز حاجة كده ايه مرسومة ومناسبة ايه الخروف خلاها هنا وده الخروف خلنا نتكلم بقى عن موضوع الخروف آآ ما شاء الله طبعا هشرح لكم طبعا بشكل تفصيلي آآ عن آآ ازاي تشتري اضحية آآ كل ده هنعملوك ان شاء الله في تقرير لكن ده الجايزة المقدمة من برنامج المطعم آآ الكابش المحترم اللي احدا لكم شايفينه آآ البار ايه مش عايز بس انا جي نحيطه ولا حاجة عشان ما يقومش ويه يا رب احنا مقاعدينه بقالنا بقالنا عشر دقايق ايه يعني مسكتينه كده زي ما هو آآ طبعا مزرعة زفار مقدمينا آآ الخروف ده آآ قالت لا احنا لازم ايه نعمل لقطة كده حلوة ونجيب لك خروف آآ نقدمه في المسابقة الجديدة فان شاء الله ده اللي هيبقى معانا والجايزة هتبقى ان شاء الله الخروف المقدم آآ من برنامج المطعم ومن مزرعة زفار مآآ آآ الخروف ده كل اللي عليكو بس لو انت تجاوبوا على السؤال اللي قدام حضراتكو وتشتركوا في المسابقة من هو النبي الذي فضاه الله بنزول الاضحية واحد اسماعيل عليه السلام اثنين نوح عليه السلام تلاتة عيسى عليه السلام من اي موبايل واحد تلات سبعات من اي رقم ارضي زلو تسعمية تسعة تلات سبعات اهو الراجل بيقولك لقيت اداي اما عاش امام اداي ليه اش عايزم هو عنده الرهبة بتاعت التلفزيون برضي طالعي فمن الرهبة يا عم عايزي تاني اه خلينا نشوف عندنا المسابقة طبعا الجديدة القديمة والارقام ما شاء الله اللي اتبعت لنا يعني ارقام كتير جدا عن المسابقة اللي هنبدأ نقول مين الفايز فيها بإذن الله هذه قدام حضراتكو هواته ارقام ما شاء الله طبعا ارقام مرادي صغيرة فلكن الارقام كتير جدا خلينا نقلب ونشوف مين اللي كسب البوتاجاز والسخان الغاز بسم الله الرحمن الرحيم حاجة وقعت اللي وقع هو اللي هجيبه وهكسبه شوف تبقى يلا مين هيخش يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم زيرو اتنين زيرو اتنين اهو 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 لا اه صعب اللي هو يا عدلت الجموع مبيعي كده زيرو اتنين اخروا واحد وتمانين زيرو اتنين رقم زيرو اتنين اه دي مفتاح القاهرة اخروا واحد وتمانين هش تعالى حاسب اخينا عازين يسديلوا اسم زغلول زغلول يلا زيرو اتنين هو اللي كسب معانا اه المسابقى هنشوف هنورين عليه دلوقتي وهنعرف كل حاجة مننا اه ما تفزوش طبعا اللي احنا في الا اول حاجة حطناها هنا في الفرن الدلع اللي احنا جبناه طبعا لو عندك الشورت ريبس يكون افضل وده طريق الطهي محترمة جدا اللي هو على البطيق فتكل حتة لحمة زبدة خدنا الدلوع وعملناها بدنا احنا حط فيها تدبيلة وبعد كده حطناها في عجينة الملح اللي قدام هتبص بلقتين شف ازاي حجرة هي الملح طبعا بيعمل ايه بيخلي عملية التسوية اسرع وفي نفس الوقت بيخلي اللحمة تبقى زي الزبدة هتلاقوا ده احنا بكرا ان شاء الله انا بوريهلكو هنجي نفك الضلع كده من اللحم هتلاقي الموضوع مسير جدا ودي كانت كيكة المانجة اللي احنا عملناها النهاردة اه 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 قدام هنا يلا عليك بيكيكة المانجة مع لحوم زفارة يوم الجايزة ان شاء الله متاعة الخروف هنسحبها يوم الاربع تمام؟ الجايزة الخاصة بالخروف بتاعنا هنسحبها يوم الاربع تسع وعشرين يوم تسع وعشرين صح؟ يوم تسع وعشرين يوم تسع وعشرين يعني الاربع الجاي اللي بعده يقول ايه؟ يقول الاستلام الخميس ايوا يوم الاربع ان شاء الله والاستلام الخميس خدها يا باشا على طول على الدبح على طول كده اه ده طبعا عايز اقول لكم اللي هو خروف برقي محترم الكابش بتاعه هو زي ما انتم شايفين قرونه سليمة وزي الفل ما شاء الله فيه لحم بس هو نمكتفينه كده من رجله بس عشان نقعده بس الخمس دقيقة دوله هنفكه دلوقتي وربنا سهله لكن يلا رد علو علو السلام عليكم عليكم السلام ازاي حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك شيد محمد حابد معاك من برنامج المطعم اهلا وسهلا بحضرتك ازاي صحياتك الحمد لله انت حديث من ايه؟ احنا من فيصل من فيصل احسن ناس اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك اقول ليه حضرتك اسمك ايه؟ زنة عبدالغنيسة استاذ غدا؟ زنة عبدالغنيسة وإيه؟ زنة؟ زنة زنة؟ اه ألف مليون مبروك كسبت معانا في المسابقة المتجاز والسخان الغاز ان شاء الله تيجي تسلمهم منينا بإذنها ننصق مع الاعداد ونصقها مع الاعداد وتيجي تسلم الجايزة انتعطت الله يزارك فيك الله يزارك فيك الله يزارك فيك بنا يخليك يا فندم قولي ليه اشتركتك كم مرة في المسابقة؟ ولا احنا قبل كده اشتركنا كتير بس دي او يعني مرة واحدة اه اشتركت قبل كده كذا مرة بس اه؟ اه طب تمام بس اشتركتك مرة واحدة بنتي هي جنة هي اللي رنت على حضرتك خلي بالك هما دايما الاولاد الاطفال لما بيشترك هما اللي بيجيبوا يعني سبحان الله انا اكتر من كذا حد بيكسب اقول له مين اشترك يقول لي ابني الصغير اه حفيت اللي اشتركت فمشاء الله بيبقى معهم رزق مشاء الله عليهم يعني ربنا يباركتك فيها الف مليون مبروك وان شاء الله خليك معانا وهنحولك دلوقتي الكنترول هيزبطه معاك وتجي تسمي الجايزة المقدمة برنامج المطعم ولسه طبعا بنحاول والله ينفرحكم بنحاول نقدملكوا احلى حاجة عندنا وده بصراحة مش هلاقي احلى حاجة في الايام اللي احنا فاديت وعيد القطحة ده الا الكبش اللي قدامنا ده والخروف الجميل اللي قدامنا ده ان شاء الله اللي احنا نقدمينه مقدمات طبعا مقدم من مزرعة زفارن وان شاء الله تحاولوا بقى تخشوا على المسابقة وتكسبوا الخروف ما نشوف بقى هنعمل السحب ان شاء الله الاربع الجاي لا اللي بعد دي كانت حلقتنا دي خلاص دي دي لسه قدام ساعتين اللحمة لسه قدام ساعتين لكن كيكة المنجا احنا خلصناها خلاص خلينا بس ايه يعني ما نشوف هيمشي ولا لا نشوف الموضوع ده هو ما شاء الله هو خايف هو شايف كاميرات وناس واقفة وبتاع فهو خايف حتى والله في راشة كده عنده ولكن هو خايف بس مش اقتل ايه الاغبار تمام يا عم ايه ماشا نقوم ايه لا اوه ان شاء الله وزي ما انتم شايفين كده تمسيكي من هنا اوه لا لو ايديك ما عمدش فيه تعرف اللي هو فيه لحمة لكن هو ان شاء الله يعني حاجة محترمة جدا اللي يام تحته طبعا مش عايفة مش عايفة الدان في الكاميرا ولا لا صغيرة كم كده عم عدل 750 جرام الله عليك عم عدل ماشا اللقطة دي كانت عاوزاك ماشا هنجيبك ان شاء الله معنا بمرة جاية يلا هشكوا على خير ان شاء الله دي كانت حلقتنا النهاردة وما ننسوش طبعا المسابقة اللي عايز يشترك فيه هيشترك ويجاوب على السؤال عملنا كيكة المانجا وعملنا القرع وعملنا الضلع اللي احنا عاملينه على الطريقة وبكرة ان شاء الله هورهولكم الضلع ده هيبقى عامل ازاي شكوا على خير شكرا لكم ويا رب ان شاء الله تكونوا استمتعتكم بالحلقة النهاردة السلام عليكم موسيقى أكل وشرب وحبة قرب وحلي بأحلى طبع على الراي حبة أكلت مليون شكل وفرحة وضحكة وليت الداي أكل وشرب وحبة قرب وحلي بأحلى طبع على الراي حبة أكلت مليون شكل وفرحة وضحكة وليت الداي ماشوي ومقلي وهوب معلنها هي هتاكل ايدك ورا منها طب خدش في لعبة حريف حاجة عكب بالمال لي وزنها ماشوي ومقلي وهوب معلنها هي هتاكل ايدك ورا منها طب خدش في لعبة حريف حاجة عكب بالمال لي وزنها لما وقعدة وأكلة جميلة فوت هتجمع كل العيل قدلت جنن توقع تطمن لسه الأعضاء معنا طويل لما وقعدة وأكلة جميلة فوت هتجمع كل العيل لذة الأعضاء معنا طويل اشتركوا في القناة